وحاجة جميلة جداً ودايماً طبعاً على صعيد بقى الموضوع لك التواند بتتكلمكم عنه على صعيد حسن التنظيم والاستضافة حدث ولا حرج وده طبعاً العادي والمعتاد من دولة الإمارات أكيد طبعاً تنظيم بطولة السوبر المصري للأبطال في ثوبها الجديد يعني بمشاركة أربع فرق أكيد حتبقى وجبة كروية دسمة جداً وبرضو أكيد حتحظى باهتمام ومتابعة الجماهير العربية بكل مكان لجماهير العربية بشكل عام والمصرية والإماراتية على وجه الخصوص طبعاً في دور مهم وكبير بتلعابه شركة المتحدة للرياضة في مسألة إبرام الاتفقيات اللي من شأنها يعني تطوير منظومة كرة القدم المصرية ونقلها من المحلية للإقليمية وكمان للعالمية وفي هنا تفصيلة بس عايزين الشحل حضراتكم أنه في حال حصول بطل الدوري على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية هيستبدل بوصيف كأس مصر وفي حال حصول بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية يعني يستبدل بوصيف كأس مصر وفي حال تكرار نفس الفريق في البطولات الموضحة بتكون الأولوية في الحالة دي في المشاركة حسب ترتيب الدوري العام المصري بناء على الأندية اللي هتشارك هتكون النادي الأهلي بحكم أو بكونه بطل الدوري ومعه بطل كأس مصر اللي لم يحدد بعد حتى هذه اللحظة ومعهم سيراميها كليوباترا بطل كأس رابطة وبيرامدس وصيف الدوري وفي حال فوز الأهلي أو بيرامدس ببطولة كأس مصر طبعا هتتأكد بقى مشاركة النادي الزمانة وقتها بصفته تالت الدوري كلام محترم جدا انت شرحت بالتفصيل بالزبط النظام هيكون إزاي اشتركوا في القناة